بما أن الأسعار هنا في ألمانيا كل فترة عملة ترتفع وكأنها ما شاء الله دخلة مزاد النهاردة هوريكم أسعار السلع في ألمانيا هنا وصلت لكام الجزء الثاني هروح الليديل ومن أرخص المحلات اللي موجودة هنا في ألمانيا وهنا موجود جميع أنواع الفواكه المختلفة العنب الأحمر الصراحة الجودة بتاعته جميلة جداً ولكن العلبة عملة 3 يورو وهنا موجود جميع أنواع الخضروات وهنا الخيارة سعر الوحدة كان عامل 2 يورو وأكين سعرها بقى غالي ودي هنا الخاص وبيباع بالوحدة سعر الوحدة كان غالي شويه واللي هي عاملة 2 يورو بس وهنا موجود جميع أنواع البيتزا اللي ممكن تتسخم في الفرن في 7 دقائق بس وقل لوحدة كان سعرها عامل هنا 3 يورو 50 سنت وكيس اللي إسباكت هنا كانوا عاملين علي عرض من 2 يورو 50 سنت لليورو 50 سنت ودي جميع أنواع السمك اللي ما فيهشه خالص وهنا سعر الكيس كان عامل 7 يورو 50 سنت وإنها جميع أنواع الحاجات اللي ممكن تاخدها الصبح وتفطر بيها وإنت ماشي على شغلك قال لوحدة كانت 85 سنت البيض هنا بيباع بالكراتين والكرتونة الواحدة فيها 10 بضغط واللي هي سعرها عامل 2 يورو وبس وأقل راتب بياخدوا هنا المواطن اللي هو ما عندوش شهادات مدرسية بيوصل من 1500 حد 1600